السلام عليكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات وتحية كبيرا مني لكل مشاركين في قناة زينكيتون مرحبا بكم في رق الجمال وصحة البشرة سأقدم لكم اليوم أعزائي المشاهدين قناع العروس أو ما يسمى بالتنبريمة لوجه صاف مشرق ولون موحد دون عيوب قبل أيام أخيرة قبل الزفاف كما تعلمون كل فتاة تحلم بإطلالة مثالية ليلة الزفاف إلا أن بعض عيوب البشرة تقف بينها وبين تحقيق هذا الحلم خاصة إذا كان موعد الزفاف قريب جدا لكن بفضل أقنعات طبيعية التي يعادل مفعولها نصف مفعول كريمات ومركبات باهدة الثامن والآن عزيزتي يمكنك الآن أن تصل إلى حلمك ببشرة مشرقة دون عيوب فاتحة وبيضاء أيضا ما عليك إلا تباه هذه الأقنعة والمواضبة عليها لما فيها من فوائد مغطية ومعالجة لكل مشاكل بشرتك نحتاج في هذه الوصفة أو التبريم المغربية ملعقة صغيرة من الخزامة أي اللافندر ملعقة من مطحون الأرز صغيرة ملعقة صغيرة من حليب بودر أو غبرة نصف ملعقة من اللينة الزرقة أو الطين الأزرق ملعقة صغيرة من الطين الأخضر ملعقة صغيرة من ماء الورد وثلاثة منعق من الحليب السائل عزائي المشاهدين نمزج هذه العناصر مع بعضها ونلتقي بعد ذلك عزائي المشاهدين كما ترون نستمر في مسجد العناصر حتى تتجانس مع بعضها جيدا نستمر في التحرك هكذا عزائي المشاهدين يوضع هذا القناع على بشرة نقية مغسولة بالماء الدافي والصابون حتى تتخلص البشرة من الدون والأوساخ ضغل المسامات وتتفتح لتستفيد أكثر من هذا القناع أو بعد البخار يوضع من تحت إلى أعلى على البشرة ويتركون مدة 20 دقيقة وبعد ذلك يوصل بالماء البارد يمكنك أيضا عزيزتي دهن الوجه بزيت الغليسيرين أو زيت اللوز الحلو يكرر هذا القناع مرتين في الأسبوع بالمناوبة مع قناع آخر لتصلين لنتيجة مبهرة ووجه المشاهدين ترقبوا المزيد من وصفاتي المغدية والمعالجة لبشرتكم ادعموني ودعموا القناة لأقدم لكم الأفضل واشتركوا وضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد إلى اللقاء أعزائي المشاهدين ترجمة نانسي قنقر